موسيقى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وسعادة السيد عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء الذين رفعوا لجلالته أصدق التهاني وخالص التبريكات بمناسبة شهر رمضان الفضيل راجين الباري جلت قدرته أن يجعله شهر خير ويمن وبرك على جلالته وأن يعيده على جلالة الملك المعظم بالصحة والسعادة ويوفقه لما فيه خير الوطن وعزته ورفعته وأن يحفظ مملكة البحرين وشعبها الوفي ويديم عليهما نعم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء وقد باد لهم جلالة الملك المعظم التهاني بهذا الشهر الكريم سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة على مملكتنا البحرين العزيزة بمزيد من الخير والمسرات وأعرب جلالته عن اتزازه بالقضاء البحريني وتاريخه العريق ورسالته السامية التي يؤديها لما لها من دور مهم في تقدم المجتمع البحريني وتطوره واستقراره معربا جلالته عن شكره وتقديره لرؤساء الهيئات القضائية على جهودهم المخلصة وعملهم الدؤوب خدمة للوطن والمواطن وتحملهم المسؤولية والأمانة لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون مثمنا الدور المحوري للسلطة القضائية في تعزيز مبادئ العدل والمساوى والحفاظ على الحقوق والحريات كما أشاد جلالته بالجهود الطيبة لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملات فيه وأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه وأكد رعاه الله أن مملكة البحرين تمضي قدما في نهجها القويم ورسالتها الإنسانية النبيلة في نشر وترسيخ قيم التسامح والعدل والمساواة والسلام والعيش المشترك وستظل على الدوام حامية للحقوق والحريات متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد ترجمة نانسي قنقر